السلام عليكم شباب بنات مصر وطان عربي معكم محمود سرنكاوي ونردت في حالتنا حولكم على وصفتين هيساعته ويساهمه بشكل كبير جدا على انكم تتخلصوا من خطوط البيضة من قبل ما اقول لكم على الوصفة الاولى اللي هتساعد وتساهم على انكم تتخلصوا من الخطوط البيضة في اي حتة في قسمكم انا عايزكم تلقصوا معي قسمونه كويس وتنفسوا كلامي بالحرب الواحد حلو قوي وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجة عليوا تقومون ساحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم حلو قوي مبدأيا كده في الوصفة الاولى هتجيبوا معلقتون كبار من هلام الصبار هلام الصبار ده معروف كده موجود في اي حتة في العالم برضو بيتباع عند العبطار او مسلا في الشباب الماركت او في السيداليات بيتباع مسلا ايه في الشكل العيلة بيتباع اسمه سل الصبار او هلام الصبار حلو قوي مثلا انت او انتو عندكم مثلا ولا نبطرت يعني اه مثلا الخطوط البيتباع في منطقة السطر من فوق هنا تمام؟ على حسب يعني المساحة او المحيط بتاع الخطوط البيتباع في المكان اللي عندكم هتاخدوا الكمية من هلام الصبار يعني مثلا ولا نبطرت المنطقة دي كلها بشكل تقريب فيها خطوط بيتباع هتعملوا هتكيبوا برضو معلقة كبيرة في اليد اليمين ومعلقة كبيرة في اليد الشمال يعني حبة في اليد اليمين وحبة في اليد الشمال وهتحطوها على المنطقة اللي فيها الخطوط البيتباع وتدهنوا بشكل تقريب او بشكل عقارب الساعة لمدة خمس تقايق او عشر تقايق وعلى فكرة هلام الصبار تا يعمل ساعد كل البنات وكل السيدات اللي انا عرفهم معرفة شخصية وكمان بيقولي السلو الرياطية او بتباحم اونلاين على الناد ادروا ان هم يتخلصوا بس يعني مش يتخلصوا قوي بس يعني مسلا بدل مكان والخطوط البيتة اي صهرة او بين بنسبة مية في المية لا عندهم بقت عشرة في المية الحمد لله طبعا كل ده بفضل ربنا تمام ثم بفضل هلام الصبار وكمان بفضل الطريقة اللي انا قلت لهم عليها حلو فانتوا لازم تعرفوا ان هلام الصبار بيعتبر من اكتر المواد او من اكتر الخماد اللي بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على التخلص من الخطوط البيتة في اي حتة في قسمكم وبرضو انسحكم ان انتم بعد ما تتهنوا بشكل تقريب او بشكل عقارب الساعة لمدة عشر دقايق او خمستاشر دقيقة يعني ربع ساعة هتسيبوا الوصفة دي او هتسيبوا هلام الصبار على المنطقة اللي بتعاني من خطوط البيتة لمدة مسلا يعني ساعة او ساعتين وبعد كده هتخسلوها بمية فترة يعني ما بين المية السخنة والمية البردة وانسحكم انكم تعملوا الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل يوم وبعد ما قلتلكم على الوصفة الاولى طلوقتي حالكم وحارت عليكم الوصفة التانية برضو عايزكم تراقصوا معي قسمون كويس وتنفسوا كلامي بالحرب الواحد حلو اوي في الوصفة التانية هتكيبوا طبقة صغير يكون عميق او خوض وبعد كده كوة طبقة هتكيبوا معلقة كبيرة من صد اللوس باللوطفة خمان الى معلقة كبيرة من كوث الهند طبعا مكموات السويدي او المكونان طول مع بعض هتقلبوهم بشكل تاري او بشكل عقارب الساعة لان الاتنين طول بيعتبروا مكس كوي جدا ويا مساعد كل الناس لان اعرفهم معرفة شخصية على ان هم يتخلصوا من مشكلة الخطوط البيطة في اي حتة في كسمهم وبرضو سايا ما قلتلكم في الوصفة الاولى هتشوفوا الاول الخطوط البيطة في كسمكم المحيط بتاحها ادي او واختم ساحها ادي وعلى اساس المساحة والمحيط هتاخدوا حبة فيليتل امين من مكموات السويدي وحبة فيليتل الشمال وبرضو ولا نفرت انها في منطقة السطر هتحطوها وتطهنو او يعني اتقلبوا كده بشكل تقريب او بشكل عقارب الساعة لمدة عشر دقايب او خمستاشر دقيقة يعني ربع الساعة وبرضو هتسيبوا المكموات السويدي او الوصفة التانية دي على منطقة السدر لمدة ساعة او ساعتين وبرضو هتسختموا الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل يوم وبعد ما قلتلكم على الاحسن وابطل واقوى وصفتين هيساعدوا على انكم تتخلصوا من مشكلة الخطوط البيتة في اي حتة في كسمكم وان شاء الله بإثن الله النتيجة هتبتقى تبان بعد اول خمس تيام وبرضو هعيس اقول لكم ان انتو يعني هتستخدموا وصفة واحدة من الوصفتين طول وتبطلوا مشين عليها لحتى ما توصلوا للهدب بتاعكم ولو حبيتو انكم تبتلوا الوصفة اللي انتو متعوتين عليها بوصفة تانية ما فيش اي مشكلة التلاسم يكون يعني فاد على الاقل عشر تيام او خمستاشر يوم علشان تستخدموا التانية ولو حبيتوا برضو انكم تبطلوا مستمرين على الوصفة اللي انتم متعودين عليها لحتى ما توصلوا للهدف بتاعكم ما فيش اي مشكلة وطبعا لو كان عندكم اي سؤال اي سفسار عن اي حاجة علاوه بكومنت ساحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم ولو كنتوا لسه بتتفرقوا عليها لحد دلوقتي وانا بكادة باشكركم من قلبي من قلبي على صبركم ودعمكم لي وبكده احنا خلصنا حالة نسوة ما احنا بتاعتون دايما اي حد عنده اي سؤال اي سفسار بكومنت ساحت وان شاء الله هكاب عليكم بقراء فقط او تدرك وتوصل معي على الفيسبوك او انسيجرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم فتنسوصوا انكم تعملوا لاي سبسكرايب وتفعلك وارتوصال لكم كل فيديوهات جديدة كمان برضو بنفس الوقت فتنسوصوا انكم تفرقوا على كل فتواتي اللي فاتت عشان تفتوكم من سبع عليكم اشتركوا في القناة